طيب نتائج بعثة مصر اليوم في توكيو القرعة في دور الثمانية ثمن نهاية المصرعة الروماني وزن 67 كيلو البطل مصري محمد إيشو في مواجهة الفائز من بطل الجزائر وبطل كوريا الجنوبية في حالة فوز كيشو في ثمن نهاية سيلتقي مع الفائز من بطل المجر وبطل أرمانيا في دور ربع النهاية محمد متولي أيضا بيواجه نظيره لاعب بلاروسيا ضمن منافسات المصرعة وزن 87 كيلو مهاب مهيمن حسم مركزه الثاني عشر في منافسات الغطس ثلاثة متر متحرك بمجموع نهاية 422 نقطة وبالتالي تأهل إلى منافسات نصف النهاية المقرر إقامتها غدا الثلاثاء الثنائي ليلى علي وهنا هيكل ودعوا منافسات السباحة التوقعية زوجي حر فشل مصطفى الجمل في التأهل لنهاية منافسات رمي المطرقة رجال بعد احتلال المركز الثلاثة وعشرين بالتصفيات أيضا خسرت لعبة منتخب مصر المصرعة يناس خرشة مواجهتها أمام الألمانية بنتيجة 7-0 في منافسات ثمن النهائي وزن 68 سيدات فشلت سامة فاروق أيضا في التأهل لنصف النهائي سباق 200 متر قوارب بعدما احتلت المركز السابع قبل الأخير الحقيقة الواحد هو بيقرأ الكلام ده الحقيقة بيبقى متدايق جدا وزعلان جدا على مستوى اللي احنا بنوصله في هذا الأمر طيب بنتشرف طبعا من كل اللاعبين دول متواجدين في الألعاب الأولمبية ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون فيه إعداد أفضل يمكن الكورونا ولحصل الفترة الأخيرة قد يكون أثر في إعداد الفرق الوطنية في الدورات الأولمبية الدورة الأولمبية ولكن في النهاية الأرخام كلها اللي بنقراها والحاجات اللي احنا بنقراها دي كلها يعني حاجات صعبة جدا أسامة السعيد تصفيات الرماية 50 متر بندقية 3 أوضاع برصيد 1139 نقطة واحتل المركز الـ 38 من أصل 39 سمر حمزة بطلة مصر قررت أيضا أنها تعتزل اللاعبة بعد الخسارة بأولمبياد توكيو 2020 وودعت سمر الدورة الأولمبية بعد أول مباراة لها في منافسات المسارعة سمر كتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك شكرا لكل حد وقف جنبي شكرا مداربي العظيم شكرا زميلي اللي اتمرانه معايا ومن هنا أعلن أني بكتفي شكرا للتجربة علمتني كتير اللاعب وظيفته في الحياة التدريب فقط ليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرة الرياضة من الواضح أن بعد عودة اللاعبين إن شاء الله من توكيو هيبقى فيه كلام كتير جدا جدا يخص هذه الأمور لأنه في النهاية أن الحياة مش متابع للاستعدادات اللي حصلت قبل الأولمبياد ولكن أننا دايما في المركز القبل الأخير ودايما في المركز الأخير عندنا طبعا علامات مضيئة واتكلمنا عنها وبنتكلم عنها وحنفضل نتكلم عنها لأنها في النهاية هي علامات مضيئة يجب أن نضحها أمامنا كلنا كمصريين شباب أو كل الشباب اللي قدامهم يضعوا أمامهم هداية ملاك يضعوا سيف يضعوا منتخب الهندبول واللي بيعملوا منتخب الهندبول بقية الألعاب اللي فيها عمر عصر الحقيقة والشغل اللي عملوا ووصولوا كأول عربي لدور الربع النهائي كلام كتير جدا ونقاط مضيئة جيدة ولكن بقية الألعاب الحقيقة فيه كلام كتير جدا وأعتقد أن اللاعبين لما حيرجعوا من توكيو حيكون فيه فتح لملفات كثيرة جدا من خلال هؤلاء اللاعبين لأن هم اللي عندهم كل الموضوع هتسمع منهم اللي حصل قبل الأولمبياد عشان يصلوا لهذه المرحلة كل ما تسأل على حاجة أو تشوف حاجة أو خبر 38 من 39 37 من 38 يعني برضو أرقام بعيدة جدا طيب دي كانت أخبارنا عن الأولمبياد